مص؟ ارتحت يا طرق؟ حباست أبويا وخدت الشركة والفيلة؟ عمري في حياتي ما كنت أتخيل أنك ممكن تبقى بالحقارة دي؟ نزلي دك يا ده وتكلم كويس الحقارة ده أبوك اللي عملها لما بعت واحد عشان يقتلني ولما كان الحق وشغلني موظف هنا في الشركة وخلى واحد زيك تنطط عليك أنا عمري ما تنطط عليك ولا عمري أبويا كان حق حد عشان يأكل حقك أنت اللي طول عمري اقتطمع وقالني وما بتحبش إلا نفسك يا أبوك اللي طماء لما حدت كل حاجة في كرشو ولما لقاها بتغرق نط من المركب وكتب كل حاجة باسم واحدة ما نعرفهاش البيت لو كانت شغلت مخاكنة قلعتنا بالت وعارتنا في الشارع أبوك خايب يا حازم ومعرفش يدورها وإنت بقى اللي هتدورها مش كده؟ آه يا حبيبان اللي هتدورها وههم الخرابة اللي يا أبوك سيابهال دي اسرح يا حازم وروح حيات لأبوك عيش وحلاوة زي ما أنا ولا أنا عليك بس خد بالك يا طارق أنت كده ما بتاخدش حقك لوحدك أنت بتاخد حق أنا كمان وأنا مش هسيب حقك ومين قالك يا ابن عم أن أنا هقول حقك؟ أنا هديك حقك بس بعد ثلاثين سنة هبوك فضل واكل حقي ثلاثين سنة إن شاء الله لما يعدوا تعالي له هديك حقك ماشا يا طارق الشاطر اللي هتحك في الآخر خرب بيتك ما إحنا في الآخر يا ابن؟ هيحصل إيه بعد ما بوكت حبس؟ اتكر على الله حازم ما شوفش وشك مش في الشركة في المنطقة كلها يلا هر اتكر على الله من هنا يلا